اقتصاد اليوم مثل كل نهار أربعة مع الصحفي الاقتصادي محاسن مرسى اليوم عم نحكي عن فترة الأعياد يلي دخلنا فيها الحراكة كيف رح بتكون والتأثيرات أكيد على اقتصادنا صباح الخير محاسن صباح الخير ماجي يعطيك العافية أكيد الكل بيهالوقت بيفكر بيهالتأثيرات اللي رح منعيشها كناس قديش رح بتكون التأثيرات ضاخطة إذا فيني أقول للأسف أول شي صباح الخير إليك ولمشاهدين وبس بدي عقب على كلام شوي على كرمال حركة المرور بتعرفي أنه بدهر البيضر ما فيه إنارة تخيلي أنه هو أوتسترات دولة ما على إنارة فكيف هلأ بالشتاء وكيف هلأ بالضباب ويعني استغلات هيدا الفرصة لأقلك عن جد أنه قديش نحنا يعني خاصة اللي بيطلعوا على هيدا الطريق وولاد اللي بقاء قديش بيعانوا مأساة ولا اليوم ما تصلح الأمور على أمل يعني من ضمن هالإصلاحات يكون فيه إصلاح لهالطريق لأنه من المعيب بالعام صرنا عشرين عشرين وعشرين وواحدة وعشرين ما فيه إضاءة يعني بالليل المشكلة أنك بتصوفيه مضوى بالنهار أو أكس أكزاكتب وضبوط على الجات بالليل لا ما فيه شيء هلأ فيما يتعلق أنت بتعرفي أماجي الناس كانت تنطر يعني موسم الأعياد متل ما بيقولوا لحتى يعودوا خسائر السنة لأنه بالعادة بموسم الأعياد بتتدوبة للأشغال يعني خاصة بالقطاع التجاري أو حتى بالقطاع الخدماتي اللي هو قطاع السياحة بمعظم الأحيان هلأ وبآخر خمس ست سنين بالبلد كانت تعرفي أنت صارعنا تعصر كتير اقتصادي كبير ولكن كانت تزحزح الأمور متل ما بيقولك يعني بشهر سنة بتبلش تشرين تاني كانون أول هني هول شهرين كانوا متل ما بيقولوا يعني أكتر شهرين بيعودوا خسائر وحتى أحيانا بيحققوا أرباح أو مثل ما بيقولوا باللغة العمية بكيتو يعني أنه عد ما طلع خسائر على قد ما حقق أرباح لحتى أنه والله يكون هالقطاع متنفس هلأ سنة الـ 2019 بتعرفين طلقت ثورة 17 تشرين وبلشت هون الأزمة الاقتصادية الحقيقية وكان عندك بلشوا ما يخلوا في عندك دولار بالبلد وبلشت الناس أنه تخفف بالـ 2020 كانت الضربة القاضية للقطاع التجاري ولا القطاع السياحي للأسف طبعا عندنا عدة عوامل مثل ما قلتلك أولا انفجار الأزمة الاقتصادية ويلي للأسف كان الهبوط هبوط حاد يعني أنت أنه والله بالعادي بتبلش تتراجع للقصص شوية شوية لا نحن بلشنا وقفوا دولار عن العالم وانت بتعرفي اقتصادنا نحن مدولر بنسبة 74% وكل شيء منستورده يعني ما في شيء من بزرة البصر للسيارة نحن منستوردها للأسف كله بدك دولار بالسوق بلش يصير في عندك أزمة بالدولار بلشت المصارف ما تعطي دولار للعالم حولوا الودائع من دولار لا لبناني وهون لازم أقول هذه الأسس لألهم كيف بتأثر على الحركة التجارية وأصلا يعني حتى أنه بلشوا يقولوا لك أنه والله إذا أنت ما فيك هل قد تأخذ باللبناني يعني بلش يخفضوا سقف الصحبات تدريجيا لحتى وصلنا اليوم للوضع الكارثي صار عندك الإقفال العام أول إقفال بسبب كورونا إجا عندك انفجار مرفق بيروت إجا عندك الانفجار الثاني إجا عندك تعميم حاكم مصر في لبنان وإجا عندك اليوم للأسف يلي وصلنا وحبلش معك شوي شوي تدريجيا شو صار طبعا لما نبلش الدولار عندك يروح بلشت الناس شو تروح تشتري تشتري يعني حاجياتها الغذائية الأساسية يعني أكل وشرب هون بلشنا نقول أنه والله القطاع التجاري ليش منقول مثلا متراجع من خمسين لتسعين بالمئة لأنه تعرفة أنت لما يكون في عندي إقبال على شراء المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية هون ساعتها أنت عم تحكي على تراجع خمسين بالمئة بينما كل ما طلعت مثلا على المواد الكهربائية الألبسة الكماليات يعني هون من أحكي أنا الكماليات مثلا تحكي سيارة عفش بات خايل يعني هون صارت من الكماليات أو حتى بتحكي يعني من البرانتس باللبنان يعني كان عندك إقبال كبير علي 2019-2020 يعني نحن عم نحكي عن تراجع تقريبا لمس التسعين بالمئة وهذا الأمر ما أنه منيح لألك شو سبب أول شيء أنه تغير نمط الاستهلاك بالبلد خاصة في لبنان نحن كان كل الناس يعني إلى حد ما أنه معها مصاري متوفر المال حتى تشتري مش عم بيحكي هون عن البرانتس اللي بتبلش خمسة تلاف ستة تلاف دولار أو ألف دولار أو ألفين دولار عم بيحكي حتى بالبرانتس اللي عاديين يعني هلأ ما حقعد تسميهم بس شفنا قداش مثلا فيه محلات هن اللي بيعملوا هالحركة يعني قداش فيه محلات تجارية يعني أسماء عالمية يعني الطبقة المتوسطة بتشتري منا أقفلت بعض الفروع في منا غادرت السوق المحلي كليا وهو مش بس ألبسي هون عم نحكي كمان عن مفروشات وعم نحكي كمان حتى على مطاعم هون لما نحكي على هيد القصص يعني هيد مؤشر الإقفال هون قداش إنه بالفعل تأكلت الطبقة المتوسطة وقداش الناس متشهى للأسف يعني على صفوف الطبقة الفقيرة وبأكد كل الأرقام اللي أطلقتها المؤسسات الدولية قداش يصار فيه عندك حجم فقر في لبنان طبعا نحن بلش هون يصير في عندنا إقفال للمحال التجارية ولبعض المطاعم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجت عندك كورونا الإقفال يلي ما كان مدروس يلي ما كان مدعوم لما نقول منه مدروس ومنه مدعوم بغير متوقفة صح مية بالمية بس بالدول الكبرى هلأ هي طبعا تفاجأت بالجائحة ما كانت متعطية معها هاك شو عملت لجأت الدول للقروض المتيسرة المتيسرة نسميها الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا اتدخلت دعمت هي الأجور لحتى تحافظ على القدرة الشرائية وتحد من البطالة أيضا اتدخلت بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية اللي نحن أبدا ما لدينا منه صحيح تفعلت الدول بعكس ما صارعنا صح واتدخلت لأنه طبعا عندها الإمكانيات اللازمة وأيضا يعني كمان منلاحظ أنه صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي منح بعض الدول قروض لمواجهة جائحة كورونا سواء لتعزيز القطاع الصحي وحتى أيضا يعني بعض القروض لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة هل خطة التوارئ اللي بتكون موجودة بكل دولة صح 100% هذا كله بلبنان نحن ما كان عندنا منه أبدا بالعكس كأننا شفنا يعني طلعت بعض الأصوات بتقول أنه لأ طيب نحن بالقطاع الخاص لازم تدفعوا لازم تدفعوا لازم تدفعوا الأجور من تعويض نهاية الخدمة يعني هون بدل أدافزاكة بالتعاطي مع القصص كان في غياب تام للدولة اللبنانية إلا ببرنامج من وزارة الشؤون الاجتماعية هو متعلق بإدارة الأزمة أو ما يعرف التكافل الاجتماعي وقت عطه 200 ألف عائلة يعني إذا منحكي 200 ألف عائلة على خمس أفراد للعائلة يعني بتقولي مليون مواطن استفادوا من 400 ألف بالشهر على أست دفعات يلي هو ماشي يعني إذا هلنا عم نحكي الدولار اليوم بـ 8000-8500 ليرة يعني ما بيطلعوا 50 دولار يعني فتخيلي لوين شو بديك تعملي هون المؤسسات اللي سكرت ما بقى قدرت فتحيت بلشنا بـ 25% إقفال للمؤسسات يعني خاصة تجارية منا دائما مركز على هذه القصة وكمان أيضا المطاعم يعني كل هذه القطاعات هني أكتر اتنين تضرروا بعدين إجا عندك انفجار بيروت يلي هو كان الانفجار الكارثي فعليا لأنه شفت أنت قدت ضررت هذه المؤسسات كنا عم نحكي عن 5000 مؤسسة هذه مؤسسة منظمة يعني صحيح يعني تلت العاصم تدمر إذا ما نحكي عن الأحياء عم نحكي عن المؤسسات المنظمة اللي منقول مؤسسات منظمة يعني مسجلة بالضمان مسجلة بغرفة التجارة والصناعة موظفينها مضمونين كيف عن المؤسسات غير المنظمية اللي هي أيضا عندها سوق عمل يعني أنا هون بحب ألفط أنه سوق العمل بلبنان كله سوا بيطلع شي مليون وخمسمية وتسعين ألف عامل منظمين وغير منظمين فبالتالي واللي بيشتغلوا بالقطاع الخاص عددهم 800 ألف موظف عم بحكي هذه الأرقام لإليك قدي حجم الكارثة أنا أرقام بقديلة اليوم للكارثة طبعا جيتك فيها هلأ تقريبا من بعد كورونا وانفجار بيروت زادت على الأزمة الاقتصادية آخر السنة حيسكر 50% إقفال بالقطاع التجاري يعني تخايلي 50% من حجم من حجم هذا القطاع ككل وهو أصلا بيشتغل بهذا القطاع 300 ألف عامل فتخايلي أنت أنه عندك تقريبا 150 ألف هودة حيسيروا بعداد العاطلين عن العمل إذا مش أكتر نحن نحكي بأحسن الأحوال 150 ألف عندك خسائر بالقطاع التجاري بحسب مسؤول طبعا اللي زودنا بهذه الأرقام هو مسؤول القطاع التجاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبير الاقتصادي أستاذ عدنان رمال هن اللي عاملين هذه الدراسة عن حجم الخسائر وتقريبا بشكل القطاع التجاري بلبنان هو تلت الناتج المحلي صحيح فتخايلي حجم الكارثة بعدين ماجي لأحكي أنا وياكي شوي هن اللي من عملوا الإقفال تاني إقفال خاصة بتلاقي أنه تقريبا تلتة رباع البلد ظل فاتح وسكروا المحال يعني محلات الألبسة ومحلات المواد الكهربائية يعني وطبعا مثلا المطاعم والفنادق علما أنه أصلا بالأساس هن عندهم أزمة فأنت لما جيتي كان الإقفال غير مدروس وأصلا يعني إذا بدي أقولك روحي أنت على محلتي بقى دابة تشوفي زبونات حاليا أو فوتي عشيمات بتلاقي الناس عم تتفرج بس ما حدا قليل ما تلاقي حدا عم يشتري بالتالي حرام يعني زودوا الخسائر تبعوا لهذا القطاع وقدرت الخسائر اليومية وقت إقفال كورونا التاني من 20 إلى 30 مليون دولار وهذا رأم يعني كارثي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية اليوم تقريبا بيتوقعوا هنا أن يكون التراجع بالإضافة إلى التراجع كل السنة عن هذه السنة 30% زيادة بيقولوا أن هذه الأزمة يعني تخايل بزمن الحرب ما لمس هو يعني بالعكس كان تجي مواسم الأعياد تعود خسائر كل السنة اليوم عم نحكي عن جد عن وضع كارثي هلأ مع تغير سعر صرف الدولار ماجي ممكن نلاقي حركة من المغتربين شو أصدق بتغير السعر؟ يعني هلأ بتعرفي نحن صار بالنسبة صار أفضل نحن هلأ بالنسبة للبلدان الغير أنه والله البلد رخيص صار عرفتي تذكر نحن كنا نروعة تركيا نقول أنه البلد رخيص ناخد 200 دولار نتسوق اللي بدنا هي هلأ صارت عنا العكس أنه هلأ بيقول لك والله أنه لبنان بلد يعني عمليا أنه صار رخيص بالنسبة للمغترب أو بالنسبة للسائح هلأ معظم السياح يعني بحسب قراءات طلعت عليها هلأ بيكونوا من العراقيين والأردنيين وأيضا من أوروبا يعني هذا الشيء لأنه منيح بس طبعا يعني عدد يعني الرحلات تغير يعني كان تقريبا كمان هون حسب القراءات اللي عملتها أنه كان عندي كيكون تقريبا شي 85 رحلة بنهار هلأ نزلوا تقريبا يمكن صاروا شي 13 رحلة إن شاء الله ما تكون خنتني الذاكرة وأيضا مثلا كان عندك كمان يكون عندك عدد مرتفع يعني من يعني السياح أول القادمين إلى لبنان هلأ عم نحكي على 3000 بنهار وهو ماشي يعني إذا أنت بديك تنطري إذا بديك بلد بيعيش على الدولار لأنه انتبهي أي حدا بيجي من بره معناته جايب لك معه عملة صعبة ومعناته هيدا حيعزز لك الإنفاق ببلدك بالعملات الصعبة يعني بالدولار الأمريكي يمكن يشتري هلأ إذا رح صرف كتير منيح دولار لأنه بيساعدك الشيء على الحركة إذا اشترى بيكون كتير شو ما اشترى يعني ماجي بيكون عن جد عم بعزز لك السوق تبعك يعني بس للأسف مش مثل ما نحنا لازم أو يعني أقله لتقولي أنه والله هيدا القطاع تنفس شوي أو حتى القطاع السياحي تنفس شوي وخاصة اليوم يعني فيه إجراءات بتضحك إخدينا يعني الدولة خاصة بموضوع يعني حرام موضوع القطاع الخدماتي كنت مقلت لك يعني المطاعم والفنادق أنه تاب بكرة سهرة راس السنة أنا بعرف أنه فيه وقاية والوقاية ضرورية بكورونا بس لازم يشوفوا كيف على القليل يشتغل هذا القطاع بالحد الأقصى من واجبات الحيطة والحذر كرمال موضوع كورونا لذلك يعني هالمؤشرات لشو بتدل عمليا هذي المؤشرات أنه بتدل على حجم الكارثة اللي نحنا فيها وبتدل على حجم نحنا قديش عندنا تدهور اقتصادي حاد يعني أنت ما عم تنزلي شوي شوي أنت يعني هذا المهوار اللي بيسموه أو بيسموه السقوط الحر صح التدهور مستمر متوقع أنه يزيد بالعام عشرين واحدة وعشرين طالما ما في الحكومة طالما ما في إصلاحات طالما ما في دخول ببرنامج تعاون مع صندوق النقد وطالما أنه نحنا يعني قادمين على رفع دعم جزئي سيبدل الجزئي بعدين لنصال فيه أنه يصير رفع دعم كلي نعم مثل ما قلت لك هذه القراءة اليوم خاصة بالقطاع التجاري وقطاع الخدمات أكيد سنرجع يكون عندنا قراءة تانية لنشوف إن شاء الله يعني يكون عكس المتوقع يعني يكون هالأسبوعين صار في فرق بين عيد الميلاد وراس السنة ويكون عندنا أرقام شوي حلو نقدمها للمشاهدين نعم يعني طالما عم نحكي عن مؤشرات واقعية هلقدة مدروسة بأحصاءات مثل ما قلت نعم ما حاسن عندك أرقام والتوقع بس نحكي فيه علميا وبالأرقام صحيح ما بيكون كتير بعيد عن الواقع يعني نحنا بس هاي كلمة على أمل وعلى أمل نحنا بنستعملها دايما لنحسس حالنا أنه نحنا نطرين شي حلو يمكن شي حلو هالشي نونترو بس كمان لازم مثل واحد يكون ناطر واتوقع شو نحنا لوين بدنا نوصل وهالقطاع اللي عم تحكي عنه أكيد مش عم نحكي بس بفترة الأعياد يعني ما بعد الأعياد حيبدأ فعلا هذا السقوط الحرية اللي سميتي نحنا فيه هلأ ونزلي لأنه وبعدين اللي ما قلو يعني أنت أوقات مثلا من صارت جائحة كورونا توقعوا أنه مثلا أنه ينزل الاقتصاد العالمي بيوصل لنقطة وبيرجع بيطلع لا نحنا هلأ نزلين بس ممكن نضل كتير بالجورة يعني هو بعلم الاقتصاد بيقول لك موديل يو موديل في موديل أل عرفتها لا نحنا الخوف ما نكون أل يعني بتنزلي بترجع بتوصالي للقعر وبتضلك يعني إلى مالة نهاية وللأسف يعني نحنا هلأ طبعا نحنا بديكون عندنا نظرة تفاقلية أنه كلما نحنا مشيين يعني والمشكل الأساس هو مشكل سياسي بحث صحيح يعني غير هيك ما حدا يناقشني بس ينتعش يلاقوا الطبقة سياسية صح يمشوا بإصلاحات ساعتها أنت بتبلش تقولي نحنا بلشنا على طريق التعافي غير هيك يعني بدك أعجوبة يعني وإن شاء الله مع زمن الميلاد يعني الله ما في أكرم منه بكتير قصص بيعطينا إيها عن جهة أكيد مشان هيك عنا هيدا النظرة ومشان هيك نحنا نيس أو نحنا شعب هيك محكومين بالأمل بالأمل نظل نفكر شو ممكن نعمل إن شاء الله مثل ما قلت كله مرتبط بالسياسة أكيد مشان هيك نحنا نق تبعنا على السياسة حيضا مستمر أكيد نحنا كل جمعة هلقلون وراكم وراكم تنوصل للمكان إن شاء الله أكيد شغلا شكرا كتير محاسن مرسل على القراءة يعني بعرف فيها نظرة تفاقلية وبعرف نحنا متوقعين شو لازم نوصل إن شاء الله نقرأ أفضل أكيد الله كريم شكرا مرسي